بسم الله الرحمن الرحيم أنف لامين تنزيد الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استغرى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعبدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان الطين ثم جعل نزله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأمصار والأفئد قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجنبون ناكس رخوسهم عند ربهم ربنا أمصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا ملقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القوم مني لأملأن جهنم من الذنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتوا اللقاء يومكم هدا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخل بما كنتم تعملون إنما نؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بهم ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المغادع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أغفر لهم من طرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى يسلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعينوا فيها وقيل لهم ضوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وله ذي قنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المتلمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في برية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفسد بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسلعون أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زوعا تأكل منه أمعانهم وأنفسهم أفلا يمسرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون